Advanced OSPF Multi-Area Network Types Frame Relay Options الintroduction بتاعت الليسن ده على أساس نحن نتكلم على LinkState Database وده طبعا هاخدنا الى الكلام عن الـ LSAs LinkState Advertisements LinkState Database هي عبارة عن قادة بيانات اللي بتحط فيها كل المعلومات اللي جاية من الـ Routers الثانين هنتكلم برضو عن OSPF Neighborship زي بتحصل وإيه الحالات اللي بيمر بيها الـ Routers عشان خاطر في الآخر يبقوا Neighbors من الحاجات اللي في الـ CCMP نحن نتكلم عن Multi-Area OSPF Design في CCNA كنا نتكلمنا عن Single Area يعني بقى عندك Area واحدة بس وكل الـ Routers موجودين في Area ديت لكن بالنسبة لي CCMP Level نحن نتكلم عن Multi-Area نحن نشغل أكتر من Area مع بعض برضو هنتكلم عن الـ Network Types الـ OSPF Network Types و هنتكلم عن OSPF لو استخدمنا مع Frame Relay لأنه في صراحة يعني الموضوع بيبقى فيه شوية تفاصيل كده على Frame Relay وما شابه Frame Relay زي الـ ATM نحن نقول عليهم Non-Broadcast Multi-Access Networks طيب، أنا دلوقتي عايز أستارد الـ Database بتاعت OSPF على Router من الـ Routers أنا هنا هبدأ مع Router 1 و 2 يعني هم دلوقتي هيبدأوا من الأول خالص هنبدأ نشغل Routing على Router 1 و Router 2 هبدأ مثلاً Configuration على Router 1 إن أنا هشغل OSPF هنا و هشغل OSPF هنا فهذا يؤدي إن هم هم يعملوا NeighborShap واحد الثلاثة Routers ما لهم شغير IP Configuration ما فيش أي Routing شغال فلما نروح عن Router 1 و نقوله Show IP Protocol الله حزين ما فيش Protocols شغاله خالص و لو حوننا نعمل Testing من Router 1 إلى Router 2 هنلاقي التاستيج دوات سكسسفول تمام طيب عشان نشغل OSPF على Fast Ethernet 0.0 نحن ممكن نستخدم ال Network Command و ممكن على طول نقوله من على الـ Interface ذات نفسه IP OSPF Process 1 Area 0 نلاحظ حاجه أنه بالنسبة لـ Interface Fast Ethernet 0.0 0.0 لما نيجي نشغل عليه OSPF مباشرة و حتى لو ما فيش OSPF Process شغاله على الـ Router في الـ Router بيشغل الـ Process يعني بيعمل الـ Process اللي اسمه Process 1 و كمان بيدخل الـ Interface Fast Ethernet 0.0 في Area 0 ستارد الـ Protocols اللي شغاله دلوقتي نلاحظ ان احنا شغالين جوه OSPF Process رقم واحد و عندنا هنا فيه Interface Fast Ethernet 0.0 ده في Area 0 Explicitly Configured Explicitly يعني صراحةً كده في حد راحة للـ Interface ده و خلى جوه Area 0 فالـ Command اللي على الـ Interface ده اتعمل الـ Routing Process يعني دلوقتي Show Run ابدأ من عند Router OSPF اللحظ ان دلوقتي فيه Process أو Router OSPF One Command اللي شغال الـ Process اتعمل على الـ Router بتاعي تمام انا كما شغلت OSPF على Router One على فاسة Ethernet 0.0 لو عايزة أستارد الـ Database Show IP OSPF Database الـ Command داود بيورني الـ Database بتاعت OSPF هنلاحظ هنا ان انا عندي Link State Update Update او Link State تناسف Advertisement LSA يعني LSA دوت نوع Router LSA هي بقى قصة الـ Router وهي الفرق بين الحاجات التانية دي هنتكلم عنها دلوقتي Link ID Link ID جاي من 961 واحد ودوت Router ID بتاع الـ Router اللي انا عليه او الـ Router اللي بيتكلم هو OSPF طيب ام اناẻ عندي اشان اثنين يبقوا انيبورز اي الاول هما مش انيبورز يعني او مسلا كانوا وبطلوا يبعتوا لمدة واقت وليكن مسلا اربعين سنية لو نتخل ناوت لو كانت كل عشرة ثوانئ وبطلوا واحد فىهن يبعت يبطل يبعتها بسبب ان لينك واد بسبب ان حد افغل على الراوتر، فى الراوتر يبطل يبعتها الراوتر بعد 40 ثانية الراوتر التانى بيعطيب روا دد او دا او نيبور شايف داو فيش نيبور شايف فام التانتي بتحصل ما نكون بنستخدم النايبور كماند انت استخدمت النايبور كماند وما حطتش او حطيت اي بي ادرس مع النايبور كماند بس لسة الراوتر دوت انا مش عارف اوصل له. ودي اه يعني النابورشب لما بتحصل بالشكل ده ان انت تيجي على الراوتر وتقول له كلم اسمه فلاني فلاني. دي نستخدمها مع غالبا زي وهنابقى نتكلم عنها زي 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 فدي هنبقى نتكلم عنها ان شاء الله في اه قدام شوية فوقتها. المهم اه اللي بيحصل ايه بقى احنا عندنا اتنين راوترز الاتنين راوترز دول اه عايزين نشغل ما بينهم او اس بي اف. فانت مثلا هنا راوتر وان راوتر تو بديت اه شغلت او اس بي اف على راوتر وان بقى راوتر تو ومجرد ما بتشغل او اس بي اف يبدأ اياه بعد ايه? هلوز. الطرف الثاني لما بتجيله الهلو. اوكي. اه بيبدأ يقول اه ده في حد قدامي. يعني مسلا اه ده بيبعت له هلو فيها راوتر اي دي بتاعه. وبيخش في حال اسمها او او اي نات. واما بتوصل هلو عن راوتر تو راوتر تو بيستلم الهلو وبيبعت هلو برضو. بيقول فيها ايه اه انا شوفت واحد اسمه كذا كذا اسمه راوتر اون. يبيبعت الهلو ده يتعروا راوتر اون. في راوتر اون ما بتجيله الهلو بيعرف ان راوتر تو شافو. واه وهكذا راوتر اون بيعمل. فده بيقدي ان هو بيخش في حال اسمها تو واي. يعني كل هاتف فيهم عارف التاني قدامه. بعد كده كل واحد فيهم عنده شوية واصلة بيه او حتى يمكن عنده بيتكلم معهم وليكن بيتكلم مع وعنده واصل بيها وطبعا عنده عن الموجودة فهم عايزين يتبادلوا البيانات داية فبيبدأوا ايه يتخنقوا مع بعض مسلا او يعني يقول لراوتر تو بس انا هبعت لك بتاعتي الاول اه وراوتر تو يقول له لا استنى لا ما ينفعش انا كبير فيقوم باعت له انا كبير انا مبعض لك الاول فراوتر ترون يقول له ماشي مفيش مشكلة ودي بنسميها مستر سلاش سلايف ماسر او سلايف استايت يعني واحد فيهم بيبعى ماستر بيبعى التاني والتاني بيستنى وبعد كده ايه يبعط بعد دي كده. الفكرة ان هم بيبعتوا ايه? يعني راوتر وان هنا عنده اا مجموعة معلومات في الديتابيس بتاعته. بيبعت عنها ملخص الى راوتر تو. بنسمي الملخص ده الديتابيس دي بي دي. فبيبعت راوتر وان بيبعت الملخص بتاعه. تمام? بعد ما راوتر تو بيبعت الملخص بتاعه لان احنا هتفعنا خلاص راوتر تو هو الكبير هو اللي هيبعت الاول. اا ام ففي الحالة ديت اا هيحصل ان كل حتهم هيبعت الديتابيس او مش الديتابيس كلها. هيبعت ملخص لها يعني اا كده للديتابيس. يعني انا اعرف راوتر اسمه كذا. تمام? واعرف انه هو اااااا مثلا اااا بتاع الايه بتاعه. طبعا انا كده قلت الكلام ممكن يكون مش مش واضح بس هقول يعني ايه بتاع اه المهم في بيبدأ راوتر تو و راوتر وان كل احد فيهم بياخد ملخص من التاني وبعد كده بيبدأ المرحلة دي اسمه اكس تشينج نهما كل احد فيهم ياخد بتاعت اه الفكرة بقى ان ممكن هنا راوتر تو يكون اول مرة في حياته يسمع عن راوتر ثري وجاله بس مجرد ملخص بس يعني مجالوش معلومات تفصيلية فيبدأ راوتر تو يسأل راوتر وان يقول له معلاش ممكن تبعتلي معلومات اكتر عن راوتر ثري بعتلي معلومات كاملة بس ملخص وبيبدأوا يسألوا بعض بقى كل احد فيهم بيابعت لينك ستيت ريكوست لينك ستيت ريكوست يبقى احنا عشان نكتشف بنبعت هلو وده ات او اس بي اف ماسج تايب وان بنبعت ملخص للديتابيس اسمه ديتابيس ديسكريبتر ماسج تايب تو لما نكون عايزين نعرف معلومات اكتر عن حد احنا ما عندناش عنه معلومات اول مرة نسمع عنه بنبعت لينك ستيت ريكوست والرد بيجينا في لينك ستيت اوب ديت ده بيكون مبارا عن ظرف ممكن يكون فيه لس اي لس اي لس اي لينك ستيت ادفرطايزمنت واحدة او اكتر من لس اي ايه الالس اي الالس اي في منه انواع جزء ماكتر هنتكلم عنهم اه الاس اي تايب وان الاس اي تايب تو تايب ثلو تايب ثلو طافؤ فور ما liquor مثلا على سبيل المسال الاس اي تايب وان دي كل راوتر اذا كان راوتر وا一 او 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 ثلو زرى37 من ويبعت الس اي عن نفسه بنسميها من سماو الس اي الروتر الاس اي روتر الاس اي بيقول فيها ان انا اسمي راوتر ايدي بتاعي كذا كذا وي انا واسل با اتنين لينكس خمسة لينكس وي انا كمان اه اعرف نيبورز او اعرف ناس على لينكس ديت كذا كذا بيقول عن نفسه معلومات يعني يقول انا موجود انا اسمي كذا وانا بتكلم او اس بي اف فدي بنسميه الاس اي طايب ون ففي الحالة بتاعتنا هنا راوتر تو عمره ما سامع عن راوتر ثري فبس في الملخص اللي اتبعت من راوتر ون عارف ان فيه حد اسم راوتر ثري بس ما عارفش عنه معلومات بقى الدقيقة تفصيلية بقى فبيعمل ايه راوتر تو بيبعت link state request بيقول له ممكن تبعت لي معلومات اضاقة عن راوتر اه اللي هو اسم راوتر ثري ده فبيبعت له link state update في معلومات عن ال الاس ايز او معلومات يعني عن راوتر ثري وبعد كده مفروض من راوتر بيقول له شكرا يا سيدي اه شاكرين افضالك او بنسميها ال اس اك ودي طايب فايف لما يعودوا بقى يسألوا بعض وكل واحد يرد على التاني وكل واحد يقول معلومات اه اللي تسأل فيها للتاني بعد ما بنخلص بيوصلوا لمرحلة اسمها يبقوا هما تبادلوا الموخص بتاع الديتابيس بتاع كل واحد فيهم بعد كده قعدوا يسألوا بعض ويردوا على بعض دي حالة اللاودين وبعد كده لما بيتطمروا ان كل واحد فيهم عنده ايدانتكال ديتابيس يعني كل واحد فيهم عنده ديتابيس زي التاني بالزبط طبعا لطالما ان هما في نفس الاريا يعني آآ بيبقوا كده وصلوا لحالات وكده هما معنا ان هما ايه ان كل واحد فيهم زي كان راوتر وان او راوتر تسو عنده اي تغيير حصل لازم يبعت للتاني يعني على سبيل المسال مسلا اللينك اللي هنا ده يطورا راوتر وان اه وصلت ناتوق اسمها اكس اللينك دي وقعت طالما راوتر وان و راوتر تو وصلوا لعلاقة نيبر شاب فول يعني فولي نيبرز لازم لازم راوتر وان يبعت اوبديت الى راوتر تو يقولو علي فاكرة انا حصل عندي مشكلة ان الانك ديت وقعت اه يبعت له لينك ستايت اوبديت يقولو فيه ان انا عندي لينك اتغيرت فااااا وبعد كده بعد اياه بشوية اللينك ديت قامت تاني اشتغلت فيبعت يقول له على فاكرة اللي انكامت